فحنكمل محاضرتنا البانكرياس ده صوفت لبيوليتد ميكسد جلاند هنفهمها السلايد اللي جاي موجود بالعرض وراء الاستومك موجود بالعرض وراء الاستومك يعني هنا في الصورة دي احنا شايلين الاستومك وقاد البانكرياس بالعرض البانكرياس زي ما قلنا لكم في المحاضرة اللي فاتت لوهيد ونك وبادي وتا وهيد ونك وبادي وتا الهيد هي اكبر جزء موجود على اليمين في الكونكافيتي اوف ذا ديودينم ديودينم ده اللي هو ايه الاثنى عشر الهيد بتاعت البانكرياس موجودة في الكونكافيتي يعني في حرف السي بتاع ديودينم طيب والتيل موجود ناحية الشمال وهو اصغر جزء وبيوصل لغاية الاسبلين الاسبلين ده اللي هو ايه الطحار يبقى بيوصل لغاية الهايلم اوف ذا سبلين كلمة هايلم يعني مدخل او بوابا يبقى المعلومات اللي خدناها على البانكرياس سهلة هو ايه صوفت لبيوليتد ميكسد جلاند هنفهم الكلمة دي بيتكون من هيد ونك وبادي وتا موجود بالعرض على البستيريور ابدمين الوون على جدار البطن اللي ايه الخلفي بحيث ان الهيد بتاعته هي اكبر حاجة وموجودة ناحية اليمين في الكونكافيتي اوف ذا ديودينم والتيل هو النروست بارت وموجود عند اللي سبلين او بيوصل تحت الهايلم بتاع اللي سبلين طيب نكمل البانكرياس زي ما اتفقنا وظيفته هو ميكسد جلاند ميكسد جلاند يعني ايه الجلانز نوعين غدت بتفرز هرمونز تصبها مباشرة في الدم من غير قنوات هرمونز مباشرة في الدم دي بنسميها اندوكراين جلانز وفي غدت تانية بتطلع secretions عبارة عن enzymes وبتصبها في قنوات دي بسميها ايه exocrine glands يبقى الغدد اللي هتطلع هرمونات من غير اي ضكت ولا حاجة على طول في الدم دي بسميها اندوكراين جلاند الغدد الصماء الغدد اللي هتطلع افرازات وحتحطها في قنوات دي اسمها ايه exocrine glands طب البانكرياس مين فيهم البانكرياس الاتنين نقول عليه mixed gland لو اندوكراين فانكشن وايكزوكراين فانكشن اندوكراين فانكشن فيه هرمون كلكم عارفين اللي هو الانسولين الانسولين هرمون ده اللي بيوطي البلد جلوكوز يبقى الاندوكراين فانكشن بتاع البانكرياس بطلع انسولين و جلوكاجون الانسولين بيلور البلد جلوكوز ليبل و الالجلوكاجون elevates البلد جلوكوز ليبل طيب تعالوا من الجزء اللي يخصنا كجي اي تي وك دايجيشن كهضم الاندوكراين فانكشن البانكرياس بيطلع البانكرياتيك انزايمز بيطلع البانكرياتيك انزايمز البانكرياتيك انزايمز دول يبقوا موجودين في البانكرياتيك جووس اللي هي اخذناها في العربي قبل كده العصارة البنكرياسية طيب والعصارة البنكرياسية مسئولة عن هضم ايه عن هضم الدهون يبقى العصارة البنكرياسية او البنكرياتيك جووس ده responsible for the digestion of fat طيب البانكرياتيك جوز ده طالما إكزوكراين يبقى لازم حيتحط فين يا حلوين في داكتس يبقى الإفرازات دي حتى تصب فين في داكتس أنا عندي كم داكت في البانكرياس عند اتنين واحدة جاية من عند التيل والبادي والنك وبتيجي للهيد كمان يبقى دي الرئيسية اسمها ايه من بنكرياتيك داكت طب واحدة صغيرة بس بتجيب السكريشن بتاعت الهيد يبقى اسمها ايه أكسيسوري بنكرياتيك داكت أكسيسوري يعني إضافية مفهوم؟ طيب مين شطور يفكرنا لما خدنا البايل داكت أو الكومن بايل داكت قبل ما بتفتح فيه الساكن بارتوف دا ديوذنب كانت بتتحد مع مين؟ مع المين بنكرياتيك داكت يبقى إيه اللي مكتوب هنا يا حلوين؟ مكتوب إن المين بنكرياتيك داكت دي بتيونيت ويذ ذا بايل داكت والاتنين بيعملوا الهبات وبنكرياتيك داكت اللي بتفتح فيه في الساكن بارتوف دا ديوذنب كلام بدالي بسيط وسهل طيب متابعين يا حلوين؟ واحد كده يرد علينا دلوقتي في حكاية بسيطة يا أولاد لو واحد راحل لاستقبال وانت كنت في الاستقبال وفيه دكتور صاحبك أكبر منك شوية يعني في امتياز أو اختصاصي أو حاجة وفيه حد قريبك أنت مثلا في الاستقبال وعنده واجع في بطنه عنده ايه؟ واجع في بطنه أو ألم في بطنه والدكتور دا قال لك والله الرجال هذا دخل طب خلنا نسأله الوجع فين في بطن المريض جريبك وذيه؟ فإنت هتقوله في بطنه؟ هو هيفهم منك حاجة؟ لا ليه؟ البطن واسعة البطن واسعة إذا ما ينفعش نقول فيه ألم في البطن أو فيه ورم في البطن هذا للناس اللي هم مش دكاترة لكن إحنا كدكاترة؟ لا إحنا كدكاترة علشان ال-ease of localization of swelling and description of pains هذه الكلمة دي تاني بالانجليز وقعدين نفسرها for the ease of description of swellings and localization of pain we divide the abdominal cavity into nine regions إيه كلام اللي أنا قلته دا؟ علشان سهولة تحديد أماكن الأعضاء والأورام اللي ممكن تيجي في البطن وسهولة وصف الآلام إحنا بنقسم ال-abdominal cavity تجويل في البطن إلى nine regions واضحة المخدمة دي يبقى أنا عشان يا أولاد أسهل localization لل-organs يعني أعرف مكان ال-organs وأوصف مكان الآلام description of pains ال-abdominal cavity بتتقسم يا حلوين إلى nine regions واحد نين ثلاثة واحد نين ثلاثة واحد نين ثلاثة طب إزاي بقسم البطن إلى nine regions بسيطة؟ باخد two planes ركزوا في الكلمة مش two lines مش two lines لأ two إيه؟ two planes يعني من أول جدار البطن الأمامي وارجع وراء لغاية جدار البطن الخلفي ده معنى كلمة plane يا أولاد مقطع كده يبقى أنا باخد two horizontal planes أدي واحد أدي واحد وtwo vertical planes هم دول يا حلوين اللي بيقسموا البطن إلى تسع ملاطق إيه؟ هم two horizontal planes باخد plane كده عند آخر الضلوع آخر الضلوع لما تحسها كده اسمها إيه؟ coastal margin coastal margin طب الخط ده تحت coastal margin كلمة كوستة يا أولاد باللاتيني يعني ضلع كلمة كوستة يعني ضلع باللاتيني فال plane اللي هاخده تحت الضلوع عند آخر الضلوع هيبقى اسمه إيه؟ sub-costal plane يبقى ده أول واحد بالعرض اسمه إيه؟ sub-costal plane طب الصب-costal plane مش احنا اتفقنا يا أولاد إنه مش خط إنه هو plane يعني حيروح لغاية posterior abdominal wall طب في إيه في posterior abdominal wall قدامنا؟ هنا فيه vertebral column ال vertebral column فيه كم فقرة يا أولاد في الفقرات القطنية؟ خمسة خمس فقرات قطنية lumber vertebra خمسة أول واحدة بقول عليها L1 التانية L2 التالتة L3 الرابعة L4 الخمسة L5 طب أنا sub-costal plane لو رحت العمود الفقري حالق إيه وصاد L3 تمام؟ طيب بنزل تحته شوية بلاقي في عضمة اسمها الhip bone عضمة الحوض عضمة الحوض كل واحد فيه لو حط إيده في آخر بطنه تحت الحجام حيلاقي هنا في كريست كريست يعني عضمة عاملة زو القرف حل؟ الكريست ده في عضمة اسمها إليام فهنسمي الكريست ده إليا كريست الإليا كريست يا أولاد لما بنرجع خمسة سنط من هنا بنلاقي فيه تيوبركل تيوبركل يعني كالكوعة عضمة صغيرة تيوبركل يعني كالكوعة عضمة صغيرة فيه تيوبركل هنا وفيه تيوبركل هنا لما بوصلهم البلين اللي بينهم يبقى اسمه ايه انتر تيوبركولر بلين طب الانتر تيوبركولر بلين لما نروح لورا للعمود الفقري هيبقى عند L5 L5 انا كبرت خلاص وعارف انها الفيث لمبر فيرتبر يبقى ياولاد انا هقسم البطن الى ازاي الهوريزونتال بلينز وتو الهوريزونتال بلينز اللي فوق اسمه سب كثتال بلين وده قصاد الفقرة رقم كام L3 يعني ثالث فقرة قطنية واحدة واحدة احنا بالعربي لغاية ما نتعود على الانجلش طيب البلين اللي تحت التاني بين تيوبركول هنا وتيوبركول هنا يبقى اسمه ايه طالما بين التو تيوبركولز انتر تيوبركولر بلينز طب ده قصاد ايه قصاد L5 يبقى دول التو هوريزونتال بلينز مال التو اه دول ياولاد ازاي عارفيني الكلافيكل اللي هي الطرقوة اللي هي عضمة الطرقوة ديت الكولار بون الكلافيكل لو خدنا خط منصها ونزلنا ده اسمه ايه ميد كلافيكلر بلين اسمه ايه ميد كلافيكلر بلين وده اليمين زي الشمال يبقى السلايد دي سهلة ولا صعبة سهلة قسمنا الأبدوم من الكافيتي إلى ناين ريجونز ازاي توب لينز بالعرض وتوب لينز بالطول التوب لينز اللي بالطول والله سهلين اسمهم ايه عشان بيعدوا من نص الكلافيكل طيب والتوب لينز اللي بالعرض واحد عند آخره الدلوع يبقى اسمه سابكوستال بلين طيب والتاني اسمه ايه انتر تيوبركلر تسمى كده ليه عشان ما بين طيب السابكوستال ده لو رحت العمود الفقري وارا حيبقى اصاد L3 طيب الانتر تيوبركلر ده حيبقى اصاد L5 تعالوا بينا نشوف الريجونز دي اسمها ايه طبعا فيه ثلاثة في النص يا أولاد نكتبهم ونشوف اللي في النص ده يا أولاد المكان اللي فيه الامبيليكس الامبيليكس اللي هي الصرة فنسمي المنطقة دي امبيليكا الريجون نسميها ايه المنطقة الف نص دي امبيليكا الريجون وبعدين انا عايز اقول لكم حاجة يا أولاد معلومة تعالفين كلمة جاستر جاستر يعني ايه جاستر يعني بطن معدى حتى المعدة هي البطن ها فالامبيليكا الريجون هي صميم البطن فهي جاستر طيب لو في حاجة فوق الجاستر يا أولادي باسمها ايه ابي جاستريك ريجون لو فيه حاجة تحت الجستري باسمها 하يبو جستريك ريجن من شطور عرف التلاتة ريجنز اللي فيه النص اللي فيها السرة دي اسمها إيه يا أولاد أمباليكال ريجن عند الأمباليكس وفي نفس الوقت دي البطن فإحنا عارفين يا أولاد مجازاً كده البطن اسمها جستر يبقى اللي فوق الجستري باسمه إي بي جستريك ريجن أو إي بي جستريام اللي بيقوله عليها فم المعدة إي بي جستريام طيبوا الحتة اللي تحت الجستري باسمها hypogastric region أو hypogastrium دي ممكن تتسمى اسم تاني انتوا عارفين الhip bone الحتة دي اسمها pubic bone الحتة دي اسمها إيه؟ pubic bone فأحيانا يسموا hypogastric region suprapubic region يعني الحتة اللي فيه pubic bone اللي هو عظم العانة باللغة العربية طيب يبقى الثلاث اماكن اللي في النص سهلين ها اللي في النص دي اسمها اللي فيها الامبليكس اللي فوقها واللي تحتها طيب تعالوا شوف المنطقتين اللي هنا يمينه شمال طبعا دي زي دي اللي انتوا شايفينه ده يا ولاد الليفر طب الليفر موجود ورا الدلوع او تحت الدلوع صح طيب احنا اتفقنا اللي تحت الدلوع بنسميه ايه ده صبكوستا خلاص الليفر هنا موجود تحت الدلوع لكن ركزوا كده يا ولاد هل الضلع العظمة دي بتوصل لسترنم حد يرد علي هل البون بتاعت الريب بتوصل لسترنم عظمة دلقص ولا واقفة هنا واقفة هنا واقفة هنا واقفة ولا بتوصل يا ولاد واضفة طب وايه اللي بيكمل غضروف اللي بيكمل كارتلج تعرفوا يا ولاد الكارتلج ده اسمه ايه؟ كوندريام يبقى انا عند المنطقة اللي هي على يمين دي تحت الكارتلج يبقى سميها ايه؟ هايبو كوندريام وهي نفسها اللي هنا يبقى الحتة لنحية اليمين هسميها ايه؟ رايت هايبو كوندريام والحتة لنحية اليسار هنا هيبقى اسمها ليفت هايبو كوندريام يعني تحت الغضاريف طيب المنطقة اللي في النص دي يا ولاد دي ودي دول صلب البطن يعني فنسمي دي رايت لامبر ريجون ونسمي دي ايه؟ ليفت لامبر ريجون فاضل هنا حتة لتحت دي نسميها رايت إلياك ريجون ودي نسميها ايه؟ ليفت إلياك ريجون دي نسميها كده عشان الجزء ده من الهيب بون اسمه اليام فهي دي اسمها رايت إلياك فصة ودي اسمها ليفت إلياك فصة يبقى دول التسع مناطق بتوع الابدومينال كافيتي يعني لو واحد هنا عنده وجع أو حموضة بنقول عنده وجع فين في الابيجاستريام لو حد عنده مغص حوالين السرة يبقى نقول في الانبيلي كالريجون احنا ده كاترة لو حد عنده مثلا التهاب في المثانا وبيشتكي من ألم فوق البيوب بس هنا نقول عنده وجع في الهايبو جاستريام لو حبينا نقول الكابد موجود فين نقول في الرايت هايبو كوندريام الطحال موجود فين يبقى في الرايت هايبو كوندريام وهكذا يا حلوين سهل الكلام عرفتوا الريجونز دي الريجونز دي أساسية هتفضل معاك طول العمر طيب اللي انتوا شايفينه ده يا أولاد ساديتال سيكشن في الابدومين حتة كده مقطوع مش ساديتال سيكشن يعني قطعين حتة كده وفتحين البطن عشان نشوف الابدومينال أورجنز ايه اللي احنا شايفينه دي اليورين البلادر ده الفاجينا اللي هو المهبل وده اليوترس وده الريكتوم وده الله الجنس الله الجنس شايفين آدي التينية كولاي آدي الـ آدي الهوستريشنز أو ساكيولايشنز وآدي الابندهيسز ببلوكي انا بقول كلام غريب لا مش غريب سمعناها مبل كده تينية كولاي اللي هي الشرائط العضلية ساكيولايشنز اللي هي الانتفاخات والأبن ذيسز إبي بلويكي اللي هي الزوايد الدول طيب شوفوا هنا يا أولاد كأن في حاجة مجتوعة كأن اليورين البلادر متأشرة بالمصري مجشرينها يعني هنا الرحم كأن في حاجة عليه كده وجشرناها عشان يظهر وهكذا الريكتب هنا انت مش شايف الارج انتستن صح الابدومينال والبيلفك أورجنزي حلوين محاطين او مغلفين بالغشاء البريتوني اللي اسمه ايه بريتونيام كلمة بري يعني حولة كلمة بري يعني حولة زي ما تشايفين حوالين خلاص وتونيام دي لها الأحشاء يبقى البريتونيام ده غشاء حوالين الأحشاء ده معنى الكلمة نمى ايه هو البريتونيام ده واحد من السيرس ميمبرينز في عندي تلاتة سيرس ميمبرينز واحد بيغطي القلب اسمه بيري كارديام عشان حوالين القلب واحد حوالين اللونج فاسمه بلورا واحد حوالين الابدومنال والبيلفك أورجنز اسمه بريتونيام اسمه ايه؟ بريتونيام البريتونيام طبقتين البريتونيام كم طبقة يا حلوين؟ طبقتين نبص على الصورة دي والصورة دي ناخد واحدة واحدة شوفوا هنا في طبقة على الرحم هنا طبقة على اليوريني البلدر هنا وفي طبقة على جدار البطن الطبقة المغطية أورجنز يعني viscera عشاء حسميها ايه؟ الطبقة stick على the viscera visceral layer طبقة اللي مغطية طبقة يعني اللي مغطية الجدار بتاع البطن جدران يعني parietces جدران أو حوائط يعني parietces يبقى الطبقة اللي مبطنة البarietcus يبقى اسمها ايه حلوين؟ parietal layer يبقى البريتونيام كام لير اتنين اللي على الأورجنز اللي بتلمع دي اسمها فيسرال لير فيسرال يعني أحشاء واللي على الأبدومينال وول اسمها باراية اللير باراية اللي يعني جوانب أو حوائق نبص هنا آدي أورجن هون جزء من الانتستن متغطي بطبقة من البريتونيام ما نشايفه هون ملفوف بطبقة من البريتونيام يبقى دي أنهي لير دي الفيسرال لير طيب وفي طبقة هون البريتونيام مبطنة التجويف بتاع البطن يبقى دي ايه دي دي البراية اللير طيب في بينهم تجويف يعني في تجويف هنا بين البراية اللير والفيسرال لير في كافتي أسميها ايه بريتونيال كافتي سهل الكلام عرفتوا ايه هو البريتونيام ده سيروس ممبرين بيتكون من كم طبقة يا حلوين اتنين اللي مغطية الفيسرال الورجانز اسمها فيسرال لير واللي مبطنة جدران الابدومينال والبلذيك كافتي اسمها ايه براية اللير وبينهم تجويف اسمه بريتونيال كافتي خلي بالنا من السلايد دي الوقت يا حلوين احنا واخدين مقطع كده في جزء من الانتستن وحواليه جزء من البريتونيام مين شطور يقول لي دي انهي لير يا ولاد اللي بتلف دي دي انهي لير فيسرال لير برافو عليكم وهو الطبقة هي اللي هي مغطية من هنا ومن هنا عملوا طبقتينه وراحوا هنا عشان يبطنوا جدار البطن فدي بداية مين ها حد يسمعني كده دي بداية مين ها البراية البراية اللير برافو عليكم كنتوا هايلين يبقى دي الفيسرال لير ودي بداية البراية اللير لما نبص في الصورة دي شايفين الليفر الكابت اللي هنا ده ها الخط الأصفر ده الفيسرال لير والخط الأصفر التاني ده البراية اللير وهكذا بص ياولاد ركزوا عندنا ركزوا في المعلومة دي كويس اي طبقتين من البريتونيام بقول عليها ايه بريتونيام فولد فولد يعني تانية يعني انت لو ماشي بالبريتونيام اهو وغطى الأورجن ده ولف 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 وجيه هنا عشان يكمل يبقى اصبح هنا في ايه طبقتين من البريتونيام اسمهم ايه بريتونيام الفولد ماشي لو هنا ياولاد احنا ادي الاستمك وادي الاسبليم في بينهم طبقتين اهم يبقى ده اسموا ايه بريتونيام الفولد ادي مثلا طبقتين من البريتونيام مسكين في الاستمك يبقى ده بريتونية الفول الغرضي أقول إيه إن أي two layers من البريتونية اسمهم إيه بريتونية الفول بمعنى آخر إيه هو البريتونية الفول the two layers of بريتونية طب دول موجودين بين من ومين حتى شطور كده يقول لي أدي two layers ما بين الستومك والسبلين يبقى ده الكلمة الأولى يبقى في two layers of بريتونية between abdominal organs زي ده أو two layers between organs and abdominal wall زي ايه ادي الليفر و ادي two layers الصغيرين دول دول الصغيرين دول بين الليفر والانتيريور abdominal wall يبقى ايه هو البريتونية الفولد ياولاد two layers of berytonean طبقتين بالبريتونية البريتونية الفولد موجودة بين ايه و ايه يا اما بين الabdominal organs وبعض يا اما بين الabdominal organs والabdominal wall المعلومة دي واضحة ولا اقولها ثاني يعني ايه بريتونية الفولد يعني two layers of berytonean طب the two layers of berytonean من دول موجودين بين ايه و ايه يا اما بين الabdominal organs يا اما بين الabdominal organs والabdominal wall طيب البرتونية الفولد دي ليه اسامي الا ليه اسامي بس الاسم يا حضرات ليختلف على حسب البرتونية الفولد مسكين في ايه او attachable ايه وحنعرف الكلام ده بالتفصيل يعني مثلا مثلا لو البرتونية الفولد دول مسكين في الاستمج في المعدة تخيلوا بنقول عليهم اومنتم نقول عليهم ايه اومنتم اومنتم يعني بريتونية موجودهون ما علينا من الكلمة طيب لو two layers of berytonean مسكين في انتستن لا مش حنسميهم لا بريتونية الفولد ولا اومنتم هذا البرتونية الفولد اسم العيلة الكبير لكن حنسميهم ايه ميزنتري يعني اي بريتونية الفولد ماسك في الانتستن اسمه ميزنتري طيب لو ماسك بقى في اورجن تاني زي الليفر زي الاسبلين زي اليوترس اي حاجة اي اورجن غير الاستمج والانتستن حسمي two layers اللي هم البرتونية الفولد ligament تاني او دار بريتونية الفولد اللي هم اسامي على حسب هم مسكين في ايه لو مسكين في استمج بقول عليهم اومنتم لو مسكين في انتستن زي كده نقول على البريتونية الفولد ده طبقتين دون ميزنتري لو مسكين في اورجن تاني زي الليفر او الاسبلين او البانكرياس بقول عليهم ايه حلوين اقول عليهم ligament سوري مسكين في الليفر او الاسبلين او اليوترس اي اورجن غير السمك والانتستن تعالوا نشوف ايه طبعا الصورة دي واضحة الاستاذ ده الليفر والاخت دي الجول بلدر ودي الاستومت في شافين اللمعة دي ده الفيسرال ده الفيسرال بريتونية في two layers of berytonian مسكين في الاستومك من هنا في وفي two layers of berytonian مسكين هنا في طبعا احنا اتفقنا ان two layers of berytonian اسمهم ايه بريتونية الفولد بس اتفقنا انه لو ماسك في الاستومك اسمه حيبقى اومنتم طبا السومك ماسك فيها كم اومنتم مرة الجريتر أومنتم؟ لا لا مغطين عارفين المريول اللي بنلبسه في المطبخ لو في واحدة دخلت ولا واحد دخل المطبخ ان رجالة دلوقتي بيدخلوا المطبخ عادي لو في واحد دخل المطبخ ولابس الإبرون أو المريول أو البتاع اللي بنلبسوه في الأشعة ده هو أول حاجة ظهرة فهم انت أول ما تفتح اللي هياخد فيكو جراحة أول ما يفتح البطن أول حاجة هيشفة الجريتر أومنتم سايب كده زي المنديل حتى المصريين بيسموه منديل البطن بيسموه منديل البطن ده ربنا خلقوا قدام كده سايب كده ليه يا أولاد تخيلوا لو واحد قالوا قرحة في المعدة قرحة في المعدة وفتحت المعدة خالص مين بيروح يسدها لغاية ما يتعالج الجريتر أومنتم تخيلوا لو واحد قالوا مكروب مثلا أو التهاب في الزايدة مثلا وصار فيه صديد عشان الصديد ما ينتشرش يا أولاد الجريتر أومنتم ده يروح يحوط الصديد ويقفل عليه علشان أدواره البطولية في خدمة البطن الميزنتري يعني إيه يا أولاد؟ الميزنتري يعني إيه؟ أسمح حد كده شطور ميزنتري يعني إيه؟ بريوتونية الفولد أتاتش تو انتستن الله يفتح عليكم فالسمول انتستن اللي هم الجيجنم والإيليم دولي هم أكبر ميزنتري شايفين؟ فيه طبقة يا أولاد أهو يعني هي طبعا لما ندرس البريوتونية ده بالتفصيل بنعرف أنه هو كله طبقة واحدة ما تسمعوش الكلمة وتتعلق معاكم لكن أنا عايزكم تفهموا بس أن فيه طبقتين هنا شوفوا كأنك ماسك جماشة ولفيت الانتستن فأنت عديت الطبقة ورجعت بالطبقة الثانية يبقى أنت رايح بواحدة ولفيت ورجعت بالتانية كأن منديلوا بتغطي بيحاجة حلو؟ أهو الطبقتين هم دول طالما اتنين يبقى بريوتونية الفولد وطالما مسكين في الانتستني باسموهم؟ ميزنتري أو ده الميزنتري of small intestine ده الميزنتري أو هذا شكله في البطن ميزنتري of small intestine دول الجيجنم والإيليم إن احنا بنقول عليهم سمول انتستين يا أولاد ججنم وإيليام خلاص الحاجة الوحيدة اللي بتحتفظ عشان هما ستة متر احتراماً وتقديراً وتبجيلاً لطولهم مش ليهم بنسمي البريطونية الفولد بتاعهم ميزنتري وسمول انتستين هنعرف بعد كده يا أولاد ده ساجة السيكشن طبعاً هنعرف بعد كده يا أولاد إنه كل جزء من الانتستين له ميزنتري ما يبقاش اسمه ميزنتري لا لا اللي اسمه ميزنتري وسمول انتستر هو بتاع ججنم والإيليام لكن مثلاً ده يا أولاد القولون اللي بالعرض صح اسمه ايه القولون اللي بالعرض ترانسفيرس كولون صح ترانسفيرس كولون الميزنتري بتاعه الاصفر ده اسمه ايه بصوا ترانسفيرس وحتحط كلمة ميزو بس من الميزنتري حياخد ميزو يبقى ترانسفيرس ميزو كولون طيب ده مين يبقى الميزنتري بتاعه اسمه يا أولاد سيجمويد ميزو كولوم طيب ده مين يا حلوين ده ازاي ده اللي اسمها أبينديكس وده الميزنتري وده أبينديكس بس نسميه ايه ميزو أبينديكس يعني كل واحدة من الحاجات دي تاخد كلمة ميزو ده ترانسفيرس كولوم يبقى ترانسفيرس ميزو كولوم ده السيجمويد كولوم يبقى سيجمويد ميزو كولوم ده الأبينديكس يبقى الميزنتري بتاعه اسمه ايه؟ ميزو أبينديكس الوحيد اللي احتفظ بكلمة ميزنتري هو الميزنتري والميزنتري والميزنتري اللي هما الجيجنم والإليام دول بيفضلوا ميزنتري والميزنتري بعد كده يا أولاد احنا قلنا الليجامنتز هي اللي بتبقى تاتشد للأورجانز يعني مثلا هنا يا حلوين ده يعني احنا قطعين بالعرض كده قدام وكده وراء وكده يسار وكده يمين كده يسار وكده يمين ويتفهموها مع نفسكو كده يسار وكده يمين سهل كده يسار وكده يمين لأنه هذا مريض وإحنا بصيل من تحت من عند رجلو ما علينا مهم كده يمين عشان الكبد وكده يسار عشان لسبلين ففي طبقتين من البريطونية بين السبلين والكدني طب نسميهم ايه ليجامنت طب اسم الليجامنت ده ايه سبلينو رينا Voice اسمه ايه سبلينو رينا الليجامنت يعني الليجامنت الليما بين السبلين والكدني ولما تكبروا شوية في السنة تالتة هتعرفوا أنه الاسبلين له اسم تاني اسمه لين فبنقول عن الليجامد ده لينورينال لجامد طيب احنا كده خلصنا الديجيستف سيستم على خير تعالوا ناخد اليوريناري سيستم نقلب قلبه كده شوية اليوريناري سيستم بيتكون من ايه؟ اليوريناري سيستم يولا ده إكسي كريتوري سيستم يعني سيستم بتاع إكسي كريتوري متاع إخراج بيبدأ بأن الدم يدخل الكيلية يتفلتر ونطلع منه المنيرال والأملاح والوست اللي احنا مش عايزينه وينزل على هيئة يورين يبقى أول حاجة في اليوريناري سيستم الكدني الكدني حتنزل اليورين اللي هو البول أكرمكم الله عزكم الله حينزل في اليوريتر اليوريتر ده اللي هو الحالب طبعا عندي اتنين كدني واثنين يوريتر اليوريتر بيود اليورين على فين؟ على مخزن ريزرفوار مش يا أولاد مش كل ما شوية يورين يتكونوا من الكيلية الروح الحمام لا تتخزن اليورين في اليوريناري بلادر لغاية ما تجلنا الديزير يعني تتجمع كمية معقولة من اليورين جلنا الديزير وننزل على الحمام اللي حينزل اليورين من اليوريناري بلادر لبره اليوريثرا لو مجرى البول أو الإحليل بالعربي تقريبا يبقى اليوريناري سيستم سهلة التو كيدنيز هيعملوا فلتريشا للبلوت ويخلصو لنا الويست بروتكس والإكسس مينرالز حاجات الزيادة وتنزل في المياه بنسميها يورين اليورين ده بيبقى كارد باي ذي تو يوريثرز بالحال بين دول تو بي ستورد ان ذا يوريناري بلادر ودي واحدة وساعة المكتيوريشن أو الإفاكيواشن اليورين بينزل منين من اليوريثرا طيب تعالوا نبدأ أول حاجة ناخد الكيدني الكيدني فين فين الكيدني كيدني ورا ده زي ما اتفقنا هوريزونتل سيكشن أجزيال كوت ترانسفيرس سيكشن أدي الفرتبرا أهو وعلى جانبي الفرتبرا أدي الكيدني يبقى الكيلية موجودة فين يا حلوين على البستيريور أبدومنال وول مال إيه الكلمة دي ريترو بريتونيال ريترو ريترو يعني ورا بريتونيال يعني البريتونيال من البراية للبريتونيال معدي من قدام الكيدني البراية للبريتونيال معدي من قدام الكيدني يعني الاسبلين ده متغطي بالبريتونيال الاستومك متغطيه بالبريتونيال الليفور متغطي بالبريتونيال الكيدني البريتونيال معدي من قدامها يبقى هي ايه ورا البريتونيال يبقى ده معنى كلمة ريترو بريتونيال طيب الكيدني موجودة أصاد الفقرات يعني قدل كدني اليمين طبعا الصورة دي من وراء قدل كدني اليمين وقدل كدني اليسار موجودة أقصاد الفقرات طب موجودة أقصاد أي فقرات موجودة أقصاد لغاية الثيرد لامبر تعرفين إن فقرات كم واحدة حلوين كلهم كلهم تلاتة وتلاتين سبعة سيرفايكل واثناشر ثورسك وخمسة لامبر الكدني موجودة أقصاد آخر واحدة ثورسك نقول عليها تي 12 لغاية تالت واحدة لامبر نقول عليها إيه إقصاد إيه إقصاد من تي 12 لغاية إيه 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 إقصاد الرايت لوب في ذا ليفر كبير أو الليفر يعني شاء تفهموها الكبد موجود ناحية اليمين فيبقى ضاغط على الرايت كيدني ومنزلها طب معناها إيه لو بصينا هنا ده تضلع ال 11 وده تضلع ال 12 ودي الليفت كيدني الليفت كيدني موجود وراها كم ضلع؟ اتنين ال 11 وال 12 ال 11 وال 12 لكن المسكينة الرايت كيدني اللي الليفر ضاغط عليها ومنزلها موجود وراها بس مين؟ الضلع رقم 12 سهلة دي صح؟ يبقى الكيدني يا أولاد ها ريترو بريتونيا موجودة أصاد الفقرات تي 12 لغاية اللي 3 مين أوطى الرايت كيدني؟ ليه أوطى؟ عشان الليفر موجود هنا طيب لما بص عليهم الليفت كيدني موجود وراها كم ضلع اتنين؟ ال 11 وال 12 لكن اللي نزلت اليمين وراها بس ضلع رقم 12 لما نيجي نوصف الكيدني من حيث الشيب يا حلوين كل حاجة في الطب حتاخدوها هيقولك كيدني شيب كيدني شيب طب الكيدني نفسها شبه ايه؟ بين شيب شبه حباية الفول لها two poles قطبين يعني upper pole ولower pole لها two surfaces anterior surface و posterior surface لها two borders lateral border و medial border تاني two poles نهايتين او خطبين upper end و lower end upper pole او lower pole والupper pole خلي بالكو عليه gland اللي هي الغدى الكاذرية اللي اسمها سوبرارينا طيب الكيدني لتتخيل الكيدني بتاعتك اللي بها surface امامي anterior surface اهو ولما نقلبها من وراء ده ايه؟ posterior surface طب فيه كم border كم حافة ده 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 اسمه ايه؟ lateral border اللي البرة ولداخل فيه الاشياء ده اسمه ايه؟ medial border طيب lateral border مكتوب ايه و lat convex محدب و medial border مكتوب كونكيذ وفيه ها medial border فيه ايه؟ اماكن دخول وخروج الاشياء اي مكان يا ولاد لدخول الخروج دخول وخروج الاشياء لأي ارغن بنسميه highlam بنسميه ايه يا ولاد؟ highlam يبقى medial border فيه highlam طب highlam فيه ايه؟ عايزين نفهم وبعدين نقرأ الكلام ده تلات حاجات الملونين هما اللي مهمين هي وظيفة الكلية ايه يا ولاد؟ excretion of extra or excess minerals or waste products تخلصنا من الحاجات الزايدة او الادوية او 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 طب هي هتجيب الحاجات دي منين؟ الحاجات دي هتوصلها عن طريق الدم يبقى لازم في اول حاجة في ال highlam هيدخل عندنا artery اي حاجة يا ولاد لها علاقة بالكيدني بنقول عليها renal يبقى ايه اللي داخل في ال highlam او الحاجة؟ ها renal artery طيب الدم بعد يا ولاد ما يمشي في الكيلية عشان ناخد نرشح منه الحاجات ونفلتر الحاجات وحننزل اللي مالوش لازمة هنا الدم ده لازم يرجع تاني عشان يوصل للقلب عشان حجم الدم يبقى ثابت لان كمية كبيرة يا ولاد بتدخل هتاخدونتو في الفيزيولوجي الجولومير والفلتريشل ريت تعرفوا انه كمية كبيرة يبقى ايه اللي لازم يطلع يرجع الدم تاني للقلب رينال فيم طب هو الدم دخل وطلع ليه مش عشان نتخلص من الحاجات الزيادة طب الحاجات الزيادة هتنزل فين هتنزل في اليوريتر صح صح ولا لا هتنزل في اليوريتر طب انتو شايفين يوريتر هتديرد علي انتو شايفين يوريتر هنا مكتوبة ها لأ طيب طيب عارفين الحنفية يا ولاد لما احنا بنفتح الحنفية في تحت الحنفية ايه مغسلة أو حوض تحت الحنفية فيه مغسلة أو حود وبعد الحود أو المغسلة فيه خرطوم من تحت اللي هو اللي بيوتي على الصرف مظبوط يبقى أنت طالما هتنزل مية أو حاجة بعايز مكان واسع يستقبل المية زي ما تفتح الحنفية ما ينفعش تفتحها على الصرف على طول هتبادل الدنيا الكدني كده اللي خلق هو اللي عارف وإن كل شيء خلقناه بقدر يبقى أنا عندي مية يبقى أنا عايز اليوريتر من هنا يبقى ديق برضو فوق لا عايز واسع زي الحوض يبقى الحتة الواسعة اللي في الحوض اللي الحتة الواسعة اللي فوق يا ولاد هنا في الهايلم اللي هتجمع لي اليورين اللي هو البول عزكم الله عشان ينزل هنسميه حوض طب حوض يعني إيه؟ بلفس حوض يعني إيه؟ بلفس مغسلة يبقى اسمها إيه؟ رينال بلفس يبقى الثلاث حاجات الأساسية يا ولاد اللي داخلين في الهايلم مين داخل الرين الارتري ومين طلعين لتنين طلعين رين الفين يرجع الدم بعد ما نقناه ورين البلفس ها ينزل اليورين الرين البلفس شوية 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 حيتحول إلى يوريتر مفهوم؟ طب ترتيبهم ايه؟ واضح في الصورة الصورة دي من وراء اول حاجة قدام رين الفين من انترميدية انبوزيشن في النص الارتري من وراء خالص اللي ايه؟ الرين البلفس مين قدام يا ولاد؟ الرين الفين مين في النص؟ الرين الارتري مين وراء؟ الرين البلفس اللي هو اول اليوريتر من فوق الحتة الواسعة طب هل هم مرصوصين كده اعتباطاً؟ ولا لها حكمة؟ ليه حكمة يا ولاد؟ ليه حكمة ان الارتري يبقى في النص عشان الارتري ده بينقبض انقباضاته البلس بتاعه يحسن الفينس ريتيرن ويحسن اليورين فلو يعني يخلي الدم يرجع ويخلل ايه؟ اليورين ينزل مفهوم؟ ايه تاني يدخل كدني؟ الحاجات اللي بتشغل كدني بقى اللي هي sympathetic fibers وال lymph vessels الكلام البسيط ده طيب لما نيجي نبص على surfaces of the kidney مش احنا قلنا الكدني لها anterior surface اللي هو السيرفس الأمامي ده يا ولاد وبosterior surface اللي هو السيرفس اللي وراء وما ننساش ان السيكشن ده horizontal section ادي كدني ودي كدني ادي قدامه ادي وراء ادي anterior و ادي posterior يبقى الكدني ده الانتيريور سيرفس وده البosterior سيرفس طب ايه كلام السهل اللي مكتوب؟ الانتيريور سيرفس اللي بيقول لك ايه؟ ريترو بريتونية يعني البراية البريتونية ما عد من قدامه قديمة طب ما انا عارف تانية معلومة related للأبدومينال أورجنز طب ما انا عارف يعني الكدني طالما هي على البستير أبدومنال وال يبقى قدامها الأبدومينال أورجنز وقدامها البراية البريتونية مال البستيريور سيرفس not covered with بريتونيام لا البريتونيام بيعد من قدامه وخلاص بنوصف الكدني بنقول انها ريترو بريتونية طيب هي وراء على ايه ولاد؟ على الضلوع مباشرة لا تتعور وراءها عضلات اللي هي المسلز أوف البستيريور أبدومنال وال وبعد كده ييجو من الضلوع وحبيب الشاطرين عارفين انه الكدني اليمين وراءها ضلع واحد اللي هو الاثناشر والكدني الشمال وراءها ضلعين اللي هم احداشر واثناشر أقول تاني ولا الكلام ده سهل ومفهوم واضح كيف الانتيريور سيرفس؟ كيف الانتيريور سيرفس؟ بص يا ست بكل تلوقتي احنا المقطع ده ايه؟ مقطع عرضي صح؟ اللي سأل التركز مقطع عرضي صح؟ فين انتيريور؟ كده ولا كده؟ واحد ولا اتنين واحد واحد طيب المقطع العرضه جاي في نص الكيلية وقطحها ايه؟ نص صيد نص فوق رميناه وانت بصق على نص اللي تحت فين الانتيريور سيرفس؟ واحد ولا اتنين؟ واحد ولا اتنين؟ واحد هذا الانتيريور سيرفس هذا وهذا اللي وراء اللي هو ايه؟ البوستيريور سيرفس واضح؟ ايوة طيب طيب الكبني اللي مرميه وراء دي يا أولاد ركزوا في الكلام الكلام ده مهم داينا بيسألوكو في الكوفرينجز دي عشان حاجة تتعدى اي حاجة تلوها كده سهلة في الأسئلة الكبني اللي قدامكو دي يا أولاد هل متغطية بحاجة كده ولا متسابة وراء؟ لا ده متغطية بربع حاجات مش حاجة واحدة بس سهلين خالص الحمد لله بص أولاد المقطع ده بالعرض برضه طبعا كده انتيريور وكده بوستيريور وكده لاترال وكده ميديل وكده الحاجات اللي دخلهم ماشي؟ طيب نركز نشوف ايه الحاجات اللي بتغطي الكيدني اللي اسمها كوفرينجز أوف ذا كيدني أول حاجة شايفين الكليا هي اللون البني ده وشايفين البني الغامج ده هذا الكابسول حاجها زيها زي أي جلاند زيها زي أي أورجان لازم تبقى ملفوفة الكابسول زي محفظة كده يبقى أول كوفرينج هي ايه ولا فايبرس كابسول أول حاجة حلوين الفايبرس كابسول طيب وبعدين شايفين الخط الأزرع ده ملكوش دعوة بيه إيه اللي فاصل الكابسول اللي هي باللون لسود ده عن الخط الأزرع شوية فات صح في دهون اللون الصفر ده دهون طب الدهون دي حوالين الكليا صح حواطها داير داير يبقى نسميها إيه طالما هي حول الكليا ها بيري رينال يبقى أول كوفر يا أولاد كان اسمه إيه فايبرس كابسول السودة هاتي طب تاني كوفر هذا الدهون اللي حواليها اسمها إيه الدهون اللي حواليها للكليا بيريرين الفات ودي بتغطي الكابسول وهي المين سبورتينج فاكتور يعني بتحافظ عليها في مكانها طب طلعنا من اللصفر ده اللي هو الفات حلاء الأزرق دا أزرق دا يا أولاد ايه فاشية عارفين كلمة فاشية ولا متعرفوش يعني الدهون آه بصوا لو جيت انت جبت مشرط ومثلا في في دراع مريض وفتحت أول حاجة هتبطعها إيه أول حاجة هتبطعها بال بالمشرط الجلد الجلد برافا عليكم الجلد طيب ولو واحد يعني خلي القطع في الكتف في العضد يعني لو واحد سمين شوية وعنده شوية دهون بعد الجلد هتلاقي إيه تلاقي دهون صح شلت الدهون شلت الدهون هل هتلاقي العضلة بين تتوقع تلاقي العضلة بين لونها أحمر كده ولا متغطية متغطية هتلاقي العضلة كمان متغطية بغشاء وبعد كده تروح للإيه للعضلة حتى ما بتجيب لحم أحيانا تلاقي في حاجة كده الجزارة بقعد الشيلة أو أو كده يبقى أنا دلوقتي عشان أوصل للعضلة عديت بكم حاجة أول حاجة السكن صح وبعدين في دهون وبعدين في ميمبرين محوط العضلات التلات طبقات اللي هما السكن والدهون اللي تحته والفات اللي تحته والميمبرين دول مغطين الجسم كله من رأسك لرجلك فالسكن معروف جلد طيب والفات والميمبرين اللي تحته لفين الجسم كله 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 فنسميهم فنسميهم إيه فاشية فاشية يعني لفافة يعني حاجة لفة زي المميوات عارفين المميوات بقوا لفهم كده اعتبروا الكتار أو الجماش اللي بلفهم بيدا هو الفاشية ده معنى التسمية أو لا فالفاشية نوعين سوبرفيشيا الفاشية وديب فاشية سوبرفيشيا الفاشية اللي هي الدهون والديب فاشية اللي هي الميمبرين فنوع من ديب فاشية اهو اللي هو الممبرين ده اللي محوط ايه الكلية الممبرين ده اللي محوط ايه اولاد الكلية يبقى ده فاشية بس عشان حوالين الكلية هتسميه ايه رينة الفاشية طب خلصنا رينة الفاشية طب بعد رينة الفاشية في ايه اولاد فيه برضو دهون طب الدهون اللي حوالين الكلية سميناها ايه بيري رينة الفاشية طب اللي حوالين بقى بجوار الكلية بقى خلاص مش حواليها دي جنبها يبقى نسميها Pararynal Fan Pararynal Fan ماشي الحال يبقى الكافرينكز بتاعة الكدني عشان ما انتهش هم سهلين خالص كابسول فات فشيا فات كابسول فات فشيا فات كابسول فات فشيا فات فيبرس كابسول زيها زي أي حاجة وبعدين في فات حوالين الكلية يبقى اسمه Pararynal Fan وبعدين في فاشيا ما الفاشية زي الكابسول يبقى اسمه رينا الفاشية وآخر حاجة Pararynal Fan كابسول فات فشيا فات سهلة خالص ايه الكلام المكتوب ده دي بتغطي الكابسول طبعا وبتعمل صبورت للكدني طيب رينا الفاشية بره رينا الفات طبعا سهلة ورينا الفاشية دي مش بتغطي الكلية بس بتغطي الكلية والسوبرارينا اللي هي الغدة الكزرية اللي هي السوبرارينا الجلاند مفهوم وبعد كده يا أولاد البرارينا الفات ده بيقول لك بيعمل ريتروبروتينيا الفات وده الاماونت بتاعه وفاريابل يعني مختلف من واحد لواحد في ملاحظة هنا ونحن ان الكلية حواليها فات كتير سواء البرارينا الفات او البرارينا الفات طب ده في الحياة العملية في الحياة العملية له تطبيق الناس اللي بتخص الناس اللي بتخص بقولها استحسن ما تخصيش بسرعة بلاش لان احنا بنفقد فات فممكن الدهون بتاعة اللي حوالي الكلية دي تدوب وتسيح مع الناس اللي بتخص طب ايه اللي هيحصل الكلية الدهون دي مسبتها في مكانها ده معنى كلمة صبورتونك فاكتور طب لما الدهون دي تروح يا أولاد الكلية هتنزل شوية ممكن تنزل الكلية شوية لما تنزل الكلية شوية ايه المشكلة الكلية لما تنزل شوية ممكن يا أولاد تجفل اليوريتر اليوريتر ده انبوبة مفتوحة لما الكلية تنزل شوية هو ممكن ينتني كده ينعود يحصل فيه وجاج او ابستركشن يعني اليورين ما يمشيش فيه ودي حاجة مش ظريفة خلاص يبقى الابليكيشن بتاعنا ان هنا حوالي الكبني في ايه فيه فات يبقى ما خصيش بسرعة خالص اشان الفات ده ما يروحش لان الفات لو راح ممكن الكلية ايه تنزل لو نزلت ممكن اليوريتر ده يبقى يحصل له كين كينج يعني ينجفل او يحصل له ابستركشن منما الكافرينجزوف ده كدني حنحفظهم كابسول فات فاشية فات سهلين وتعالوا نشوف لو فتحنا الكدني نشوف ايه السلايب دي تبان مخيفة ولكنها قمة السهولة ازاي بص اولا لو فتحنا الكدني هقدر اميز منطقتين في الكدني المنطقة اللي بره الفاتحة دي ودي بسميها كورتكس يعني قشرة والمنطقة اللي غمقة دي بسميها مدولة يعني نخاع يبقى انا لما اتكلم عن الانترنال استراكشنوف ده كدني يبقى عندي المنطقة اللي بره دي اسمها كورتكس واللي جوه دي اسمها ايه مدولة كورتكس يعني قشرة اللي هي الاوتر بيل بارت بيل يعني فاتح والانر دارك بارت اللي هي المدولة طب حد ملاحظ المدولة كده هل كلها سودة ولا عبارة عن مثلسات المثلسات دي اولاد بنسميها ايه بيراميدز بنسميها ايه بيراميدز يعني اهرام طيب البيراميدز دي او المثلسات دي لها بيز وايبيكس مين دايريكتد اوتورد ناحية الكورتكس البيز ومين دايريكتد ناحية الهايلم الايبيكس تاني الكيدني لما بفتحها وبص عليها الاوتر بارت بتاعها بين والانر بارت دارك الاوتر بارت كورتكس والانر بارت مدولة كورتكس يعني قشرة مدولة يعني نخاع المدولة عبارة عن ترانجلر سيكتورز اسمها بيراميدز كل واحد فيهم لو بيز وايبيكس البيز دايريكتد اوتورد والايبيكس دايريكتد انورد تعرفوا تعرفوا انه الفلتريشن بتاع اليورم بيحصل هنا يعني المية حتنزل هنا طيب اسألكوا سؤال انتوا لما بتصبوا المية يا ولاد بتصبوها في ايه؟ مش في كاس صح؟ يبقى شوفوا تحت دي حتلاقوا كاس وتحت دي حتلاقوا كاس وتحت دي حتلاقوا كاسة كاسة تحت دي حتلاقوا كاسة تحت دي حتلاقي كاسة تحت دي حتلاقي كاسة وهكذا مفهوم؟ الكؤوس الصغيرة دي يا ولاد حتتجمع وتعمل كأس كبير الكأس الكبير ده والكأس الكبير ده والكأس الكبير ده هيجمعوا ويعملوا حاجة أنتوا عارفينها اللي هو الحود اللي اسمه ايه رينال بيلفس أقول مرة تانية اليورين حيتعمل هنا يبقى لما صب المية او اليورين يبقى أنا محتاجة صبه في كاسة يبقى تحت الايبكس حلاقي كاسة طب كاسة يعني ايه كالكس كاسة يعني كالكس طيب دي كاسات صغيرة صح يبقى اسمها ايه مينور كالكس كل واحدة فيهم طب هيجمعوا المينور كاليس دول كاليس جمعهم ويعملوا ايه ميجور ده واحدة يبقى اسمها ميجور كالكس لكن دي ودي ودي اسمهم ايه ميجور كاليس وفي الآخر الميجور كاليس يعملوا رينال بيلفس حتى تفهم حاجة ايه واضح طيب نكررها مرة تانية ولا وضحت خالص وضحت صح؟ وضحت وضحت بس أنا أقولها مرة تانية كده رخامة عشان كأن نعم البريك يعني الكدني من قوة يا أولاد عبارة عن كورتكس و مضلة المضلة فيها بيرامدز البيرامدز ليها بيز وإيبكس كل إيبكس تحتها ماينور كاليكس الماينور كاليكس دول يتحدوا يعملوا والميجور كاليكس يتحدوا يعملوا الرينا البلفس والرينا البلفس ده هو اكسباندد بارت اكسباندد أبر بارت اف ده يوريد دشور بس معلش عندي سؤال تفضل إيش الفرق بين المضلة وال بيرامدز هي هي المضلة مكونات المضلة البيرامدز مكونات المضلة يعني شوف يا عسل هذا كلها مضلة حلو وهادي بيرامدز يعني مضلة البيرامدز جزء من كلها وظيف الكليا وظيف الكليا هذا أي كلامة هذا فيزيولوجيا أكتر ما تخلصنا من الويستي بروديكس وطلع ايريثروبيوتين وطلع رينين هذا ما لنا شغل فيه احنا الكيدني وحدتها ايه يا ولاد؟ الوحدة الوظيفية نيفرون الوحدة الوظيفية بتاعت الكيدني نيفرون هتلاقي التهاب الكيدني حد يعرف التهاب الكيدني اسمه ايه؟ لوحد عنده التهاب في الكيدني ما اسموش كيدنايتس يا ولاد اسمه ايه؟ نيفراتس تعرفوا لو حد عنده ورم في الكيدني وحيستقصل الكيدني بنقول العملية طبعا اكتومي يعني استقصالها بنقول العملية اسمها ايه؟ نيفريكتومي نيفر ايوة نيفريكتومي ماشي؟ يبقى نيفرون هو الوحدة الوظيفية للكيديا واي شيء بيرمز للكيديا بنستخدم كلمة نيفرون سواء نيفراتس او نيفريكتومي او نيفريتوكسندروم زي ما هتعرفوا بعد كده طيب نركز كده يا ولاد النيفرون هو الوحدة الوظيفية طبعا دينا كام نيفرون في كل كيلية حوالي مليون بتصالع عن ندي حوالي ايه؟ مليون وده طبعا هو المسؤول عن الفلتريشن اوف بلود طالما هو الوحدة الوظيفية بتاعت الكيلية يبقى هو هيعمل الوظيفة بتاعت الكيلية طيب نيفرون ده بيتكون من ايه؟ خلي بالكم من الرسمة يا ولاد احنا واخدين كده حتة من الكورتكس وحتة من المدلة ها مواصقين واخدين حتة من الكورتكس وحتة ايه؟ من المدلة يعني النفرون موجود في الكورتكس في المضال كبرناها كده تمام خلاص وبعدين خدنا حتة كده منها عشان نشوف النفرون عبارة عن إيه نركز كده يا أولاد قد الدم خلاص الدم اللي جايب لنا الويست بروتكس بيخش يا أولاد في يعمل شعيرات كده اسمها جلومريولس الشعيرات الدموية دي اللي فيها الأرتيريا البلود اللي هو فيه الويست بروتكس وهو وهو بتخش في مكان في النفرون اسمه إيه بومانز كابسول اسمه إيه بومانز كابسول بومان ده اسم الراجل اللي وصفه يبقى أول مكون في النفرون هو مين هو البومانز كابسول بعد كده يا أولاد فيه عندي قنوات أهي أولاد ملولوة عاملة زي الثعبان كده دي اسمها إيه كونفيليوت تيبيولس طبعا عندي كونفيليوت تيبيولس قريبة من البومانز كابسول بعيدة عن البومانس كابسول بعيدة في الترتيبة احنا بنلف كده يا ولاده كده 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 ونيجي كده على برها يبقى القريبة من البومانس كابسول اسميها ايه proximal convoluted tubule والبعيدة عن البومانس كابسول اسمها ايه distal convoluted tubule ومحدش يطلخبط يقول لي دي اقرب من دي لا احنا ماشيين كده يا ولاد اليوران هيجي هنا ركزوا ها اليوران بعد ما يتفلتر من الدم حينشي كده 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 ويجي في اللفة دي كلها 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 ويجي في اللفة دي تاني ويطلع على برها يبقى مين قريب من دي هادي بسمها proximal convoluted tubule convoluted يعني ملولوة كده على بعضها ملفوفة وهدي distal convoluted tubule طيب وما بينهما هذا زي العقد زي العقد او السلسلة هذا زي العقد او السلسلة اسمه لوب والراجل اللي وصفه اسمه هنل يبقى ده لوب وفي هنل يبقى مين شاطور يقول النفرون عبارة عن ايه عبارة عن بومانس كابسول اللي فيها الكابيلرس حيترشح منها اليورين حيمشي في البروكسيمال convoluted tubule وبعدين في اللوب وفي هنل وبعدين الديشتال convoluted tubule وبعدين دي اللي هي دي على بره بقى على هنا ياولاد دي اسمها ايه الcollecting duct دي في الاخر اسمها ايه collecting duct اللي هي هتجمع من اسمها collecting duct اللي هي في الاخر هتجمع وتودي على minor caliasis مفهوم الكلام ياولاد مفهوم البلد سابلايف ذا كدني دي حاجة بسيطة ياولاد الشريان الرئيسي في البطن هو الأورطة الأبدومينال أورطة طبعا بيطلع للكدني شريان رئيس احنا عارفينه renal artery يبقى renal artery ياولاد جاي من الأبدومينال أورطة طب الدم بتاع الكدني فيناس بلد بيطلع رينال فين وبيصب في الانفيريور فينيكيفا اللي هو الوريد الأجوف السوفي يبقى البلد سابلايف بتاع الكدني سهلة يروح لها الدم من الابدومينال أورطة يطلع منه renal artery مين وشمال ويرجع الدم من الكدني عن طريق renal veins اللي بيصبوا في الانفيريور فيناكيفا على الهارت على طول خلص شغل الكدني اللي هي دي رشحت لنا اليورين واليورين نزل فين في اليوريتر تعالوا نشوف اليوريتر ده اللي هو ايه الحالب بق اليوريتر طبعا 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 muscular tube muscular tube بيبدأ من الرين البلفس فوق خلاص وبينزل على البستيريو الأبدوميال وال جنب الفرتبرا الكولم يبقى يبدأ من الرين البلفس فوق وينزل على البستيريو الأبدوميال وال على جدار البطن الخلفي واحد على كل ناحية من الفرتبرا الكولم عايزكوا تشوفوا ده الشوريان ده ايه يا ولاد ده الشوريان ده اسمه ايه ها 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 أبدوميال أورطة أبدوميال أورطة الأبدوميال أورطة بعد ما بيغزي البطن والأبدوميال أورجانز ركزوا بيبص تحت بيلاقي عنده لور لم هنا ولور لم هنا خلاص فبينقسم اتنين كل واحد فيهم عند هنا عند العظمة اللي اسمها إليام فنسمي ده ايه كومان إيليا كارتري ونسمي ده ايه كومان إيليا كارتري ثاني يولاد ده مين أبدوا من الأورطة بيبص يلاقي عنده تحت يولاد حوت ولور لم فبينقسم اتنين واحد يمين واحد يسار نسميهم ايه أولاد كومان إيليا كارتري طب لي سمينهم كومان إيليا ك ما كومن نسمينهم إيليا ك وخلاص لأن كل واحد فيهم يولاد بيبصي لاحي عنده لور لم وعنده نحية من الحوت فكل واحد يبينقسم واحد حيطلع برة عشان يدي الرجل غزي للور لم نسميه Greater إليك أرثري واحد يدخل الأورغانز بتاعة الحوض نسميه إنترنال إليك أرثري عشان كده بنسميه أولاد كومان إليك طب ايه علاقته بالموضوع الكومان إليك بينقسم صح بينقسم إلى إكسترنال وإنترنال نقطة الانقسام اسمها إيه بايفوركيشن نقطة الانقسام اسمها إيه أولاد بايفوركيشن خلاص يبقى المعلومات اللي موجودة هنا اليوريتر بيبدأ من عند الرين البلفس بيمشي على البستيريو الأبدومنال وال جنب الفرتبرا الكولة وبعدين يا أولاد دي عدي على بايفوركيشن اللي هو إيه انقسام الكومان إليك حلو وبعدين بيخش بقى إيه البلفس عشان ينتهي في اليوريناري بلدر ليه المثالة طب طوله كام طوله عشرة إنشز عشرة بوصة يعني خمسة وعشرين سنتر طيب نهكس كويس في الكلام اللي أنا هقوله ده شوفوا يا أولاد اليوريتر طوله خمسة وعشرين سنتي أسألكوا سؤال خمسة وعشرين سنتي دي بالنسبة لقسم الإنسان حاجة طويلة ولا صغيرة صراحة طويلة شوي والله طويلة برافو عليك طويلة وطويلة ومش ماشية كده لا طويلة وحتى تشيل موية اللي هو اليورين فالأحسن إنها تبقى يا أولاد بتود المية بمراحل يعني منطقة تسلم منطقة منطقة تسلم منطقة الأحسن يبقى فيها أماكن ضيقة على أساس المية تنزل هنا وبعدين دي تنقبض تود المية لغاية هنا تود المية يعني فيه إيه فيه أماكن ضيقة إذا الأحسن وظيفيا إن اليوريتر يبقى عنده إيه أربع أماكن ضيقة تحفظوها كويس يبقى اليوريتر فيه normal constrictions حاجات طبيعية حفظوهم سهل خالص أول constriction عند بدايته بداية اليوريتر وآخر constriction عند نهاية اليوريتر وفيه اتنين في النص يبقى constriction لو أنت بتذاكر تقوله برداي واحدة عند بدايته واحدة عند نهايته واثنين في النص طب عند بدايته عند بدايته ليه في constriction ليه الحتة دي ضيقة يا أولاد عند بدايته يعني التقاء اليوريتر بروبر اليوريتر نفسه مع رينالبلفز صح بص كل واحد بص في صوابع يده كده من ناحية الكف هيلاجي بين العقل الحتة اللي بين العقل أضيق من العقل نفسه صح صح ولا لا صح أنا شايف دايما لما نوصل حاجتين يا أولاد مكان التوصيل للجضيق يبقى ده أول مكان يبقى at the beginning where رينالبلفز joins اليوريتر يبقى عند البداية وبص على صوابعك هتلاقي الوصلة اللي بين العقلتين أضيق من العقلتين مفهوم؟ طيب هنا شايفين ده الأورطة وده الكومان إليك وهو انقسم إلى internal و external هنا يا أولاد الانقسام معنا كلمة bifurcation هو هنا اليوريتر عد من قدام الأرتي فالأرتي دعم اليوم بوضو أرتي كبير فزانك دايس على اليوريتر كده من وره منضيبه شوي خلاص يبقى تاني يكون constriction where the yoreter crosses the common iliac artery خلاص ودي بتبقى عند مدخل البلفس بلفيك برم مدخل البلفس طيب ركزوا يا أولاد اليوريتر ما بيمشيش في الفراغ ما فيش حاجة في جسم بتمشي في الفراغ بمعنى اليوريتر نازم بالكلية ما يعرفش ما ينفعش يسقط على اليوريتر كده على طول لازم يمشي على جدار الجسم على الجدار فهو بفضل ماشي ماشي لغاية ما يلاقي عضلة من هنا يا أولاد رايحة ناحية المثانا يروح ماشي عليها يبقى اليوريتر بيغير مصاره ها بيغير مصاره هنا ماشي هنا في عضمة يا أولاد اسمها اسكيل سباين تبع الهب بون زي الشوكة كده عند الاسكيل سباين اليوريتر بيغير مصاره ففي تغيير المصار ده بيبقى أضيق شوية طب آخر حاجة at the end لما اليوريتر بيخش اليوريناري بلدر شايفيني اليوريناري بلدر ركزوا هي مفتوحة منه من هنا يا حبي فيها عضلة صح فيها عضلة وشايفيني اليوريتر عشان يفتح ينزل اليورين هنا لازم حمش في العضلة فالعضلة دي ضاغ ضاغ على اليوريتر فالحتة دي ضيقة فهمتوا يا أولاد الأربع أماكن الضيقة اللي في اليوريتر وعرفتوا إنها حاجة طبيعية أفهمناها يبقى اليوريتر لو كام كونستريكشن يا حلوين أرباحه واحدة عند بدايته واحدة عند نهايته واثنين في النص في النص لما يعدي على الكومن إلياك أرتري ولما يغير اتجاهه عند الإسكيا لسباين مفهوم طيب عند بدايته عشان عندما بلحم حاجتين الحتة اللي في النص بتبقى أديقة وهنا عشان يخش في العضلة العضلة بتضغط عليه طب هل ده لو كلينيكال سيجنيفكنس أوبا تحايف منتها الخطورة اللي نايم يشحى واللي صاحي فتح نايم شوفوا يا أولاد في مشكلة خطيرة بتصيب الكولا واليوريتر اللي هي الحصوات زي ما أنتوا شايفين الحصوات اسمها إيه يا أولاد ستونز رينا كيدني ستونز كيدني ستون أو يوريتريك ستون الحصوات دي بتعمل ألم يعني اللي عنده حصوات بيجي له ألم أو مغس كلاوي المغس كلاوي ده يا أولاد أوحش حاجة بعد مغس الولادة أو ألم الولادة يعني حاجة أجاركم الله إيه اللي بيسبب المغس والألم الرئيب حركة حركة إيه الحصوات إن فيه حصوات دي أولاد عشان تفعال حصوات الحصوات يعني الستونز دي الحصوات دي فيها زي الطوب كده فيها ممكن تبقى زي الجزاز ممكن تخدش وتعور وتجرح حتى ممكن ينزل دم في اليورين اللي مثل عندهم حصوات المهم طول ما المريض بتاع الحصوات بيتألم وانت كدكتور مبسوط ليه؟ لأنه مع الألم الكتير حيجيه لك يشكي لكن الرسمة دي المرضى بتوحها مساكين الحصوات ممكن تيجي وتقف في واحدة من الأماكن الضيقة بصت الحصوة انحشرت هنا الحصوة انحشرت هنا الحصوة انحشرت هنا طب هل المريض دي هيشتكي من وجع؟ سؤال هل المريض دي هيشتكي من ألم؟ ألم شديد أه واحد غيرك يتكلم انت اسمك إيه؟ نعم بص يا حبيبي انت أنا قلت لك في الأول اللي بيسبب الألم الحركة بتاعت الحصوات طوله في حركة كل ما في وجع لكن هانا ايجي تقعدت زي كماشا لما تروح تجنو تلعب طول ما انت بتتحرك تتعب لكن إذا لمت ما في تعب هذه الحصوات لما يحصلها امبكشن ما في ألم طب دي حاجة حلوة ولا وحشة وحشة سيئة سيئة مرة سيئة عارفين سيئة ليه؟ أول حاجة الألم برافو عليكم بس خلي بالكم المريض حيحس ان فيه مشكلة ولا مش حيحس ما حيحس ما حيحس لا المريض ولا الدكتور أقول لكم ليه الحصوة وقفت يبقى ما فيش ألم صح؟ مش الكلية التانية شغالة يبقى اليوري النازل والمية نازلة يعني ما في حصر ما في حصر يبقى هذا حيفضل ايه مشكلته؟ هذه الكلية شغالة وهذه الكلية تجيب لو مثلا الستون هي دي المية تنعمل وتيجي هنا ما تمر ترد 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 طبعا احنا مطلع يورين كتير كل يوم على مسافة الشور اليوري تردح هيوسع هيصير كده والمية ترجع الكيدني والكيدني توسع توسع والمية تبوز الكيدني يعني في خلال كم شهر كده الله اعلم ما انا معرفش بالزبط ست شهور سنة الله اعلم ممكن الكلية تبوز يبقى اهمية الكون بس خالبا لكم ربنا مش عاملها عشان الحصوات تنزل لا ربنا عاملها عشان الشغل يبقى مظبوط لكن هي ككلينيكل انها ممكن يحصل فيها امباكشن طب هو هذا الكلينيكل بتاحها بس هذا الفائدة انك تقول ليها هتبوز الكيلية لا عشان لما تعمل اشعة فهموا عشان لما تعمل اشعة اول اجراء يا ولاد بعد تحليل البول للناس اللي عندهم حصوات اشعة حتبص في الاماكن دي وانت بتدور على حصوات حتبص في الاماكن دي هنا وهنا وهنا كل واحدة من دول لها علامة في الاشعة هنا مثلا بتبص عند بتاع بتاع L2 هنا تبص عند هنا تبص عن يعني فهمتوا يا ولاد يعني عشان لما تمسك الاشعة تعرف اه تعرف هتبص فيهم طيب بتذاكروا يا ولاد كده كتبوا اليوريتر هذا شحات اليوريتر هذا ايه شحات شحات يعني بياخد من الي طول ومن اي حاجة يعني هنا في بداية تماشي جنب الرينة الارتري يبقى ياخد نم الرينة الارتري حلو طيب هنا يا ولاد فيه اارتري معد عليه رايح للجونادز جونادز اللي هي العضاء التناسولية الغدد التناسولية الجونادز اللي هي التستس الخصية في المير والأوفري في الفيمير فالجوناد الارتري معد عليه روح يعطيه زي ما تشايفين طيب مش عده من قدام الكومة الالياك يروح يعطيه راح لليورينير بلدر اليورينير بلدر اسمها فيزيكل حوصلة فالشريان اللي بيغزيه من فوق اسمه سوبيير الفزيكل يبقى يعطيه والانترنال اليك يعطيه يعني هو شحات بياخد من اللي يلاقيه رينال ارتري ماشي قوناد الارتري ماشي انترنال اليك ماشي كومان اليك ماشي سوبيير الفزيكل ماشي أي حاجة خلاص اليوريتر وصل اليوريتر يا أولاد نعم آه الجرس هذا القبل الآن مو بالحال بالنفوض بس كن في يورين ما يكون في دم آه طبعا طب لش الارتري بتغذي اليورين شو في يست كل الارتري بتشيل اكسجين كل حاجة في قسمنا لازم لها اكسجين عشان تشتغل مش الحال بتعضلة عضلة وجواها يورين هذا الشريان ده يغذي العضلة اللي جواها بقى بطانة وجواها بعدين يورين هذا بيغذي ايه العضلة بس ما الدم ما يروح لليورين اللي جوا لا هذا العضلة يعني زي بصي زي ما تجيبي تروحي كستا كافية وتجيبي قهوة عند كنت المق اللي تشرب فيه أو القباية وجوا القهوة خلاص هو حيغذي البلاستيك اللي برا ما له دعوة بالكافية ماشي الكافي اللي جوا ما له اشتعوة اه يعني هو كانوا بيغذي العضلة كانوا بيغذي العضم بيغذي الحالب نفسه مش محتوى مش اللي جواه امتى يسير جوا دم اذا فيه حصوة وجرحت البطانة بتاعت الحالب من جوا فالبطانة واصلها دم فيزهر فيه دم فيه اليورين طيب زي ما اتفقنا يا ولاد اليوريتر معلش احنا شرحنا باستفادة حاجات مهمة عشان تفهموا وتحسوا ان انتو بتاخدوه لو قيمة بس يعني مع انو اشياء مختصرة لكن ماشي الحال اليوريتر ما قصر جاب اليورين لليوريناري بلدر اللي هي المثانة طيب المثانة مكانها فين والله في الاطفال اول ما بننولد يعني هي ابدومنال اورغن يعني بتنقل موجودة في البطن لان الحوض لسه صغير لكن لما بنكبر هي بتبقى في الحوض بس لما بتنملي بتطلع على البطن مفهوم يبقى في الاطفال المثانة موجودة فين في الابدومن في البطن لكن في الكبار موجودة في البلفز لكن اذا ملت تطلع على اول بطن من تحت مفهوم المكان بتاع اليوريناي البلدر البوزيشن في اليوريناي البلدر في الميل اعلى من الفيميل في الرجال اعلى من النساء شوية لان الرجال عندهم غدة هنا اسمها البروستاتا تحت اليوريناي البلدر فترفحها شوية طيب كام السعة بتاعت اليوريناي البلدر تقريبا 500 ملي طبعا دي بتفرق من حد للتاني بس بتجينا الديزاير بتجينا الرغبة في فين ما احنا عايزين نروح نعمل حمام من اول 200 ملي هذا 500 اللي بيستنى هذا القراكب باس ومش عارف ينزلوا كده طيب شكل اليوريناي البلدر وهي فاضية شكلها ثري صايد البرامد زي الهرم كده زي الهرم كده ثري صايد البرامد شكلها وهي ايه فاضية ليه تلاتة سيرفسز طبعا اللي واضح خالص اللي هو ايه السوبيريور سيرفس هذا وفيه اتنين اللي هما عالجم الصورة دي من وراء يا اولاد فكده فوق وكده عالجم يبه هذا السوبيريور سيرفس والتو سيرفسز دول نسميهم انفيرولاترن يعني هذا لاترن ولاتحت برضو خلاص السيرفسز يا اولاد يبه هذا السوبيريور سيرفس أنا أصمع من على الجنب يبقى هذا العجنب اللي هو ده يبقى ده اسمه ايه مفروض لترال بس عشان لا ففلة تحت إنها زي الهرم ها انثيرو لترال خلاص سهلة هذا الفوق سوبيريور وهذا اللي هو هذا وهذا اللي هما انثيرو لترال يبقى دول التلاتة سيرفسس بيز بيز اللي هي الحتة اللي وراء ايبكس اللي هي الحتة اللي قدام دي خلاص الحتة الصغيرة اللي حتزل منها اليورين دي هادي اسمها نيك ماشي الحال يبقى شكل اليوريني البلدر هذا او اجزاها سوبيريور سيرفس هذا انثيرو لترال سيرفس اللي هو ده وده دي البيز اللي هي اللي وراء اللي احنا شايفينها دي هادي البيز وهذا ايه الايبكس وهادي النيك النيك اللي هي متحوطة بالبرستاتة وهادي البرستاتة في الميل اللي قلنا بتعلي البلدر ماشي الحال يوريني البلدر ياولاد فيها عضلة الولة بتاعها فيها عضلة عشان لما تنقبض تنزل اليوريور العضلة دي اسمها ايه سماعي ودي سموثمسل سموثمسل يعني سبلايد باوتنوميك سبلايد باوتنوميك وشغالها انفولانتري شغالها ايه انفولانتري هي تشغل لحالها يبقى الوول بتاعنا يا أولاد في عضلة اسمها إيه ديتروزر مصر طيب هل في حاجات تانية يا أولاد أو خلينا نرجع واحدة شوفوا هنا في عضلة اسمها هي ديتروزر مصر شايفيني النك متحوطة بعضلة العضلة دي سفنكتر اسمه إيه إنترنال يوريثرال سفنكتر اسمه يا أولاد ده إنترنال يوريثرال سفنكتر أو سفنكتر فزايكي يعني ده الصمام بتاع بيقولك إيه العضلة اللي في الوول والعضلة دي سموث سموث يعني إيه يعني سابلايد باي أوتونوميك يعني شغالين لحالهم يعني إن فولانتري إن فولانتري ماشي وحنفهمكو الكلام ده لما ييجي وقته يبقى الوول بتاع اليورينا البلدر في عضلة اسمها ديتروزا المسل النك بتاعت البلدر سروند باي الإنترنال يوريثرال سفنكتر وده سموث موسل ماشي أهو يا أولاد إنترنال يوريثرال سفنكتر أهو ده طب ليس منها إنترنال يوريثرال سفنكتر عشان فيه واحد بره هنا اسمه إيه إكسترنال يوريثرال سفنكتر هنفهم حالا لما ناخد الإوريثرا إنه الإكسترنال يوريثرال سفنكتر ده فولانتري سكيلتر هذا يشتغل بنزاعدنا هذا اللي بخلينا نتحكم في نفسنا يا أولاد لو واحد حاس إنه هو عايز يعمل حمام ممكن تصبر وتتحكم في نفسك عن طريق ده وده فائدته أكتر مش في المكتوريشن في حاجة تاني هنقولها مع اليوريثر خلاص اليورينار بلدر هذا هستولوجي أكتر اللي هو ترانزيشنال إبيثيليا من كده المهم عندي أنا كم فتحة تتوقعوا فيه كم فتحة يا أولاد في اليورينار بلدر من جوه لو فتحناها تلاتة تلاتة الله يفتع عليك آه تلاتة مش ده اليوريتر حيبى في فتحة هنا أيوة ده اليوريتر حيبى في فتحة هنا هذا اللي حيتجمع فيهم اليورين ولما اليورين يوصل 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 ينزل من الفتحة اللي تحت يبقى أنا عندي كم فتحة تلاتة تلاتة يوريتيري تلاتة أوريفيسيز اتنين حق اليوريتر هم اتنين يوريتيريك أوريفيسيز ودي حقة اليوريثرا طب اليوريثرا نفسة ليه كم فتحة اليوريثرا نفسة ليه كم فتحة لازم اتنين فتحة هنا وفتحة بره صح اللي بره على الشارع والفتحة اللي هنا على البلدر فنسمي الفتحة اللي جوه internal yorethral orifice والفتحة اللي بره external yorethral orifice orifice طبعا يعني فتحة يبقى انا لو بصيت في اليورينار بلدر انا عايز الناس صح صح هلاقي كم فتحة ثلاثة فتحتين اليوريثرا والinternal yorethral orifice لو حبد قول ملاحظة مشطور يلاحظ أن فيه مثلث فيه ترينجل له ثلاث زوايا اللي هم الثلاث فتحات اللي أنا عمال أرسم فيهم الاثنين بتوع اليوريتر والإنترنال يوريترال أوريفس مش بس كده الشاطر اللي مركز هيلحظ أن الترينجون ده مختلف المثلث اللي اسمه ترينجون ترينجون يعني المثلث مختلف ناعم وأملس بائل البلادر فيه روجي روجي اللي هي الكشكشة دي الكشكشة دي يا ولاد ايه فايدتها عشان البلادر وهي فاضية تبقى كده لما تتملأ تفرد تلاقي مكان تفرد ها يعني فيه كشكشة عشان تفرد لكن هذا ناعم هذا ناعم ليه ربنا خالق ناعم اللي هو ترينجون ده يا ولاد علشان شوفوا يا ولادهم وبيعملوا الحمامات سراميك صح سراميك أو هكذا الترينجون ناعم عشان اليورين لما ينزل هنا ينزل على حاجة ملسة ما يقعد يخبط فاليورين البلادر الابيثيليم بتاعها ترانزيشن الابيثيليم عندي بقى فتحتين لليوريتر بينهم حتة مرتفعة اسمها انتر يوريتيريك ريج والمثلث اللي ما بين الفتحتين بتوع اليوريتر والفتحة بتاعت اليوريتر الداخلية اسمها انترنا اليوريتر هذا اسمه ترايجون اسمه ايه ترايجون يعني المثلث خلصنا اليورين البلادر تعالوا نشوف اليوريترا طب انا جاي بالرسمة دي ليه ولاد الصورة دي عشان تشوفوا الفرق ما بين الميليوريترا وقد ايه هي طويلة عشان تاخد اليورين من هنا على برة والفيميل يوريترا وقد ايه هي صغيرة عشان تاخد اليورين من هنا على برة نبدأ بالصغيرة اللي هي الفيميل يوريترا الفيميل يوريترا اكيد بتبدأ منين ياولاد احنا اتفقنا ان اليوريثرا ليها فاتحتين هذا ساجتال سيكشن يا أولاد ساجتال سيكشن يعني احنا قاطعين في خط النص من قدام لورق جسمنا الجسم نصين رمينا النص اليمين بقصين على النص اليسار من الداخل ادي البيوبس اللي هي عظمة الهبون ودي الانتيرر أبدومين الوود ودي العمود الفقري أهو خلاص ودي المثانا اللي هي اليورينا البلدر ودي اليوريثرا ادي الفاجينا اللي هو المهبل ودي الرحم اللي هو اليوترس ودي الانا الكنال ودي الريكتم خلاص ودي المبيض ودي قناة فالو عشان نبقى فاهمين الصور فاليوريثرا اللي هي دي دي فيميل طبعا طالما قلنا فاجينا ويوترس بقى دي فيميل يبقى الفيميل يوريثرا ليها فتحتين فتحة جوة على البلدر وفتحة برة على الشارع صح الفتحة الداخلية اسمها ايه يا أولاد اللي هي حتبدأ منها الانترنال يوريثرا ميتس ميتس يعني فتحة طيب والفتحة اللي برة الاكسترنال يوريثرا ميتس طب الانترنال يوريثرا ميتس انا عرف فين عند النك اوف ذا يورينا البلدر طيب الفتحة اللي برة دي فين اللي هي الصغيرة الفتحة الصغيرة دي أولاد فين شوفوا مكتوب ايه في الفيستبيول اوف دا فاجينا كلمة فيستبيول يعني ايه يعني مكان واسع طيب ايه الفيستبيول وفي ده فاجينا عندنا ولاد الـ External Female Genital Organ اسمه Vulva V-U-L-V-A في ليبيا ميجس يعني ليبيا ميجورة الشفتين الكبار شفرتين الكبار وليبيا مينورة شفرتين صغار طيب ليبيا مينورة اللي هم الاتنين ليبيا يعني ليبيا ولاد شفة ومينورة يعني الصغيرة الـ Space اللي ما بين الليبيا مينورة دي وده الـ Space ده اسمه V-Stibule of the Vagina الـ V-Stibule of the Vagina فيه فتحتين فتحة الكبيرة دي فتحة الفجينا لك الفتحة الصغيرة دي هي فتحة اليوريثرا يبقى الفيميل يوريثرا يا أولاد تبدأ من اللي هي عند اللي هي عند وبتفتح بره بالـ External اللي هي موجودة فين في الـ V-Stibule of the Vagina طب ايه هو الـ V-Stibule of the Vagina ده الـ Space اللي ما بين التو ليبيا مينورة خلاص طيب فيه فتحتين هنا فتحة الفجينا وفتحت فتحة اليوريثرا اللي قدام الصغيرة دي حق اليورين هادي فتحة اليوريثرا اللي هنا دي حق الـ Child birth هادي فتحة اللي ايه الفجينا طب طولها كام اللي فيه ميل يوريثرا 4CM 4 سنطي ودي بسج 4 يورين أونلي هادي اليوريثرا حق اليورين بس لكن هنشوف اليوريثرا فيه الميل حق اليورين وحق ستي من اللي هو السائل المنوي طب فيه معلومة مهمة اليوريثرا موجودة في الـ Anterior Wall عند الـ Anterior Wall of the Vagina شوفوا ايه مكتوب Embedded To the Anterior Wall of the Vagina طب دي معلومة مهمة إلا مهمة مهمة في أمراض النساء النساء مهمة لأنه احيانا ساعة الأولادة يا أولاد الراس تطلع بشكل عنيف تقطع الفجينا وطالما قضعت الفجينا هتقطع اليوريثرا فاللي بيصلح الفجينا لازم يصلح اليوريثرا وإلا يحصل بشكل كتير البدي الفيميل يوريثرا سهلة خالص تبدأ من الـ Internal Eurethral Metis عند الـ Neck of the Urinary Bladder تنتهي عند الـ External Eurethral Metis الموجودة في الفيستبيول of the Vagina قدام الفجينا الأوريفس طولها أربعة سنطي هي بسج لليورين بس ملاش دعوة بأي حاجة تاني وهي موجودة في الـ Anterior Wall of the Vagina طيب المال يوريثرا المال يوريثرا طيب المال يوريثرا اليوريثرا عشان تاخد اليورين من اليورين البلدر توصلوا لبرة لازم حتعدي في ثلاث أماكن في غدة موجودة تحت البلدر اسمها البروستيت يبقى لازم اليوريثرا حتخترق البروستات وبعدين حتلاقي تو ممبرينز هذه غشاء و هذه غشاء لازم اليوريثرا حتخترق تو ممبرينز وبعدين حتمشي في الـ Penile Tissue أو في الـ Penis اللي هو العضو الذكري للرجو يبقى أقدر اسم المال يوريثرا إلى جزء أولاد اللي حيبشي في البروستات هنسميه بروستاتيك بارت جزء صغير ذا اللي هيخترق تو ممبرينز هنسميه ممبرينز بارت جزء اللي حيبشي في الـ Penis ده هنسميه بينايل بارت تفقين؟ يبقى أنا فيه طبعا جزء صغير ما قبل البروستاتا اسمه بري بروستاتيك بارت ولكن على قد المعلومات البداية خلينا ثلاث أجزاء وخلاص زي الموجود في المحاضرة يبقى احنا هنقسم يا أولاد المال يوريثرا إلى جزء حيعدي من البروستاتا بروستاتيك بارت طب إيه المعلومة اللي نعرفها على البروستاتيك بارت البروستاتيك بارت شوفه مكتوب إيه؟ الوايدست بارت أوسع جزء طب أوسع جزء ليه؟ ركزوا أوسع جزء الإجابة مكتوبة هنا بس أنا هشرحها هو إيه اللي حينزل فيه اليوريثرا هنا يا أولاد؟ في المال يا إما إيه يا إما إيه يا إما يورين يا إما سيمين سيمين ده اللي هو إيه؟ السائل منوي طب السائل منوي ده عبارة هبارة عن إيه يا أولاد؟ سيمين ده هبارة عن سبيرمز و سيكريشنز سبيرمز سبيرمز وسيمين الفلود السبيرمز جاية منين؟ جاية من التستس طب والسيمين الفلود جاية منين؟ جاية من السيمين الفيزيكل هبارة عن سبيرمز هبارة عن سبيرمز هبارة عن سبيرمز سيكريشنز عندي اتنين واحدة يمين وواحدة يسار من عندي تستس يمين وتستس يسار يبقى أنا عندي اتنين إيجاكلات ريداكت يبقى تعرفوا الاتنين إيجاكلات ريداكت هيفتحوا فين؟ هيفتحوا في البروستاتيك بارت بتاع الميليوريثرا إذا مما إن عندك هنا هذه إيجاكلات ريداكت وفي واحدة زيها لو دي اليمين في واحدة زيها يسار عندك الجزء ده يفتح فيه تو داكت اسمهم إيجاكلات ريداكت يبقى كان لزاما إن البروستاتيك بارت ده يبقى ايه؟ أوسع جزء يبقى البروستاتيك بارت هو الوايدست بارت طيب طوله قد ايه؟ ثلاثة صند مفهوم؟ طيب نروح للمينبريناس بارت النروس بارت قضيك حتة وطوله اثنين سنتي ومتحوط ها حواليه من هنا ومن هنا يا أولاد داير نداير عضلة سكيليتال مصل اسمها ايه السكيليتال مصل دي؟ External Eurethral Sphinx ليس أبنها External Eurethral Sphinx لأنه جوه هنا في ايه؟ Internal Eurethral Sphinx طيب دي يسموها Sphinx يوريثري لأنها أساسا سفينكتر حوالين اليوريثرا لو اسمه واحد يعني طيب ودي سموها Sphinx Vosachy يعني السفينكتر حق اليورينار بلادر ودي سفينكتر يوريثري حق اليوريثرا لكن لو هما الاثنين تبع اليوريثرا تقول على ده ايه؟ Internal Eurethral Sphinx وده ايه؟ External Eurethral Sphinx طيب ده Voluntary Voluntary يعني ايه يا أولاد يعني شغال بمزاجي يعني انا لو عايز اروح الحمام وانا بشرح لكم المحاضرة ممكن نصبر لغاية ما المحاضرة تخلص لو هي طويلة كده ايه اللي بيخلينا اتحكم External Eurethral Sphinx ومال ده ايه شغله؟ Internal Eurethral Sphinx ده شغله اكتر ده بSympathetic Fibers شغله اكتر اثناء Ejaculation اثناء Ejaculation يا أولاد اثناء القذف في Sexual Intercourse لما تيجي لما يجي السيمين هنا يا أولاد من هنا الSperm تيجي هنا وتبدأ البروستاتة تطلع هي والSeminal Physical والSeminal Fluid ويحصل Ejaculation Ejaculation نفس يا أولاد Sympathetic يعني شغال ازاي الEjaculation Sympathetic طيب والSphincter ده شغال Sympathetic يعني ده هيشتغل ساعة الEjaculation طيب ايه السبب الEjaculation اثناء الEjaculation احنا عايزين السيمين الفلود ينزل يطلع على بر فيقوم ده ينقبض في نفس الوقت يجفل Neck of the Urinary Bladder عشان ما يحصلش Retrograde او Backflow للSemen عشان السمن ما يطلعش فوق او السيمين الفلود ما يطلعش ايه؟ خلاص فهمنا ده Involuntary وSemphatic يشتغل مع الEjaculation عشان يمنع الBackflow of the Seminal Fluid انما ده External Eurethrine Sphincter هذا Voluntary هذا اللي بيعمل لنا الControl طيب جزء التالت بعد ما الEurethra اخترقت التوم ممبرينز دولو جزء ده سمناه ممبرينز بارت جزء من الEurethra حيمشي داخل الPenis او الPenile Tish فدلو اسمين عشان الPenis يسموه Penile عشان الPenis يسموه Penile Eurethra او Penile Part ما ليه حكاية Spongy ايه حكاية Spongy Spongy يعني Spongy الPenis بعد كده لو درسنا هنعرف انهو بتكون من تلاث حقاب الجسم ده بنسميه Corpus Spongyusum الجسم Spongy يبقى الجزء ده من Eurethra ماشي في Corpus Spongyusum فنسميه Spongy Part او عموما ماشي في الPenis فنسميه Penile Part ده طبعا Longest Part تمام طوله في Average 15 cm 15 cm خلاص وده بيستخبل duct في duct بتاعة جلانده ايه في جلانده ايه اولاد الدكت بتاعتها بتفتح الجلاند دي وظيفتها ايه الجلاند دي بتجيب ميوكس ميوكس علشان تلوبريكيت تزيت او تشحم اليوريترا عشان نزول اليورين او السيمين الفلور المهم عايزين نسمى duct دي اولاد نركز عارفين ده اولاد اسمه ايه the root of the penis وده عامل شبه البصلة عامل شبه رأس البصلة الصغيرة فيسمو bulb of the penis سمو ايه اولاد bulb of the penis حلو يبقى الجلاند دي مشت في البلب of the penis طيب واخترقت ايه اليوريترا يبقى ببساطة اسمها ايه bulb urethral gland يبقى ايه اولاد penis urethra هي longest part طولها 15 سنط يستقبل الفتحة بتاعة duct بتاعة الجلاند الاسمها ايه bulb urethral gland ماشي بحال طيب محاضرتنا الرئيسية خلصت ماشي تاخدوا ريست شوية كده وبعدين نرقع نعمل لكم راب up سريع طول دكتور مم بلا عش عندي طول بالمحاضر هذي نعم عندي صور بالمحاضر هذي معلش تفضل اللي هو في abdominal regions ايوة الحين اللي فوق كان اسمه سب كوستر الظهر صح ايوة كان بينهم بين اللي تحت فقرتين ايوة فكيف هذك اللي فوق ثلاثة واللي تحت خمسة المفروض بينهم فترة وقتة ايوة عصدك في الرسمة ايوة عند يعني على آخر دي يعني دي على آخر دي بس انت قوم ملاحظة اه وخلي بالك اللي عامل الخط ده انت عندك حق بص احنا بنستخدم سبطين بالعرض نستخدم كان بلين اتنين واحد منهم اللي هو الصبكستل اللي هو لو حنرسمه مظبوط يعني يجي على دي حلو ما التاني اللي هو على أول وحدة ده اسمه ايه اسمه ايه عارف البيلورس حق الستمك البيلورس حق الستمك اللي هو الجزء اللي في السفنكتر ده هذا لو حطيت عليه خط هو اللي هو عند الون خلاص فأنت ملاحظتك حلوة وقوية وجديرة بالكلام يعني احنا لما نستخدم يا حلو البلينز لو أنت قريته وعندي صورة جاهزة سنت ملاحظتك حلوة نستخدم الصبكستل أو الترانس الترانس بيلوريك الصبكستل عند ال 3 الرسمة طبعا فيها شيء من الخطأ دي تبقى مرفوعة شوية وبنستخدم بيلين تاني اللي قلنا عليه عند L1 يبقى احنا نستخدم اللي عند L1 ياما عند L3 فأنت ملاحظتك حلوة بس الصورة جايبالنا ميكس ما بين الاتنين الكلام عند L3 والصورة عند L1 بس برافو عليك جدع الحين اذكر شفت مكان اسمها اللنبر هذي اسمها فلانك ايش الاشهر الفلانك شوف شوف في مسميات شوف المنطقة اسمها الفلانك جمب كلمة الفلانك هذه عامية انجليش انجليش جمب فلانك هذه لها اسم ثاني المنطقة مثلا اسمها جروين هذه جروين هذه فلانك في ورا الحتة اللي في الكل اسمها لوين في شوية مصطلحات طبية انجليزية فالفلانك تمشي كده وكده اه يعني اشهر خال اشهر لنبر طبيا طبيا basic كده basic لنبر لكن فلانك كانجليش عادي انجليش وطب بس طبيا لنبر تمام الله تذكر وإياك حبيبي اه ايوه ما عليك عندي سؤال بخصوص تسمية الكليا تسميها بالترمينولوجين تسميها النفر ولا الرين الايه عسل كده او كده يعني كلها تمشي مثلا نفر او تمشي اه يعني انت لو هتوصف حاجة تبع الكليا رين لو هتعمل حاجة او تصيب الكليا ايه نفر يعني يعني الكابسول الكابسول بري رين الفات فاهم وينفع تمشي عليها بعض الاحيان نفر نفر دي اكتر للامراض والحاجات دي لكن دي تمشي ودي تمشي اذا لجيت كده يعني نفريتس نفريكتومي يعني دي تمشي دي تمشي ودي تمشي ما عليك يعني اقدر اقول مثلا دكتور رينالايتس ولا لا لا هتبقى انت اللي عملت هتكتب خلاص اولاد كده ترايحوا ادي كده وبعدين نعمل لكم راب اب سريعا راب مش هياخد ايوا عندش قال بالهورزينتل بصورة مقطعية الآن سانية واحدة سوري مسمعتش بالهورزينتل وكانت في صورة مقطعية في عند الكدني اه دي مثلا ايوا هاد الصورة الرؤية من اه انت بتقولي احنا بصين ازاي كده ايوا انا بقولك كده يمين صح ايوا وكده يسار هذا مش طبيعي صح ايوا طيب انت حتتخيلي عند واحد نايم على طاولة ايوا حلو وانت واقفة عند رجله ايوا وروحت جبتي المنشار وقصيتي بطنه بالعرض كده قطعتين الصين رميت رجله حلو وبص عليه يبقى الوقت هو راسه هناك صح ودراعه اليمين هنا صح ودراعه اليسار هنا صح وانت قطعت بطنه يبقى كده يمين صح وكده يصار فهم وهذا بطنه فوق وهذا عمود الفقري تحدي تفهمتي ايوا يبقى واحد قدامك على طاولة وانت راسه هناك صح ودراعه اليمين كده صح ما هو نايم على ظهره قدامك وروحت قطعان الصين وبص من عند رجل يبقى هذا يمين وهذا يصار واصلا بتلخض بس كده تفهمتي صح ايوا شكرا عفوا خلاص يا ول يا هادي بسوق نعم سلايد 34 34 المادة اللي كده صفرة ورل هذا هذي ايش انا وعدك هذي المادة الصفرة هذي فات لانا لانا جبت هذي فات بس هذا حوالي الكدي على طول البيري شوف هذا الكابسول وبعد على طول البيري رين الفات فهمت يا أولاد فهمت المحاضرة واضح يا دكتور طيب طيب خلاص هناخد رسطة كده يا أولاد ونرجع نعمل لكم سريع كده عشر دقائق عشر عشر دقائق مانش اربعة وعشر نصلي ونرجع يلا نعمل لكم يلا نعمل لكم ترجمة نانسي قنقر